وصلنا لفقرة التغذية وبتأكيد معنا نلدة وحديثنا اليوم سيكون عن الأطعمة الخارقة الأطعمة الخارقة إذن تحدثنا عنها الأسبوع الماضي ومنها خلالتفاح والبروبايوتيك والأشوى جدا ولكن هل هي فعلا لها فوائد صحية وهل هي خارقة هذا ما ستجيبنا عليه نلدة نادر اختصاصية التغذية صباحي نور مرحبا سارة أهلا وسهلا فيك ويعني أنا بدي أعرف أنا شخصيا بدي أعرف هل فعلا هني مفيدين أو لا خلينا نبلش بخلالتفاح خلالتفاح بيسد الشهية فعلا لا من الآخر من الآخر رح أعطيك الدلائل يلي هي طبية اللي بنعرفه عن خلالتفاح أنه فعليا هو ممكن يخفف زيادة السكر بالدم يلي بتصير بعد وجبة يعني مجرد ما نكون أخدنا وبنعرف قدي الكمية مجرد ما نكون أخدنا عشرين مليليتر يعني أربع ملاع أصغار من الخلالتفاح منخففه بالماء قبل الوجبة هيدا ممكن أنه يخفض لك يلي هي طلعت السكر بتصير مباشرة بعد الأكل فبتفيد الأشخاص يلي عندهم سكر أو بعينه من زيادة السكر مقاومة ربما أو مشاكل السكر كلها نعم بس الحكي يلي بتسمعيه عن أنه ممكن ينزل الوزن وبيحرق الدهون هيدا بعد ما عنا تثبيت طبي على الموضوع بس ممكن فيه شغلة أنه هو بيحتوي على بوليفينول يعني هو مضادات أكسادي إذا بدك نباتية فبتساعد شوي الجهاز الهضمي أنه يكون عم يهضم بطريقة أفضل وممكن أنه يساعد المناعة بس هيدا بعد ما أنه مثبت مية بالمية بالحديث عن الجهاز الهضمي سنتحدث عن الصديق الصدوق للجهاز الهضمي نعم واللي دايما بنحكي عنه البكتيريا الصديقة والمفيدة هل فعلا بتساعد على عملية الهضم؟ هلأ فيه شغلة لازم نعرفها أنه البروبيوتكس مثل ما قلت أنه هنه أنواع بكتيريا يلي هنه أورادي موجودين بالجهاز الهضمي ولكن فيه أيام بيصير فيه عن عدم توازن يعني مجرد ما نكون عم ناخد أدوية معينة مضادات يعني هيدا بيخفف من البكتيريا يلي معينة فإذا عم نتكلم عن وظائف البكتيريا هي كتير كبيرة يعني فيه وظيفة بكتيريا بتحسن الهضم فيه وظيفة بكتيريا بتحسن كمان تدعم الجهاز المناعة وفيه كمان الجهاز العصبي يعني ممكن بكتيريا هي حالياً صار فيه دراسات جديدة بتقول أنه بكتيرية المعدة ممكن تأثر على الجهاز العصبي صحيح يعني ممكن حتى فيه دراسات متأدمة حالياً على مرض الألزايمر أو على مرض الباركنسون هل هي متعلقة بالبكتيريا اللي عنا إياها بالمعدة هلأ بعد ما في عنا شي حاسم بس اللي منعرفه أنه ممكن البروبيوتك تساعد الهضم ولهيدا السبب صار عندك شي شائع مثلاً بالأكل الهندي فيه عندك أنواع أكل موجود فيها بروبيوتك الأكل الكوري كمانا فيه عندك أنواع موجود فيها بروبيوتك وعامة أكتريت الأشياء المختمرة بتكون فيها نعم واللبن تقريباً أخبرين عن بعض المصادر هيك بسرعة بسرعة مازال كلها مفيد عندك الجبن واللبن منعرف أنه فيهم بروبيوتك اللبن الزبادي اللبن الزبادي لأنه فيه عندك نوع من تخمير كمانا هلأ الأكل الهندي فيه عندك التشطني التشطني لأنه هو مثلاً مخمر وبنفس الوقت بيضيفه عليه سكر فلهيدا سبب فيه أشخاص بيستخدموه الصبح فيه عندك أنواع الصلسات يلي هي فيها خل فهيدا كمانا نوع من تخمير إذا بدك إذا منروح على الأكل الكوري أو الأكل الآسيوي عندك الأنواع يلي هي الملفوف المخمر يلي هو مثلاً أو الكمشي الكمشي بعرف أنه دايما منسمع عنه بس مش كتير منعرف الشكل فهيدا تخمير هو معين كوري فعندك الأنواع هيدا بتساعد لبربيوتك وفيه عندك كمانا الميزو نسمع عن شربة الميزو يعني هي تخمير وبنفس الوقت عندك الصوية موجود فيه بقلبها وبنفس الوقت عندك أنواع فطريات موجودة فمش نايك صديق كتير للمعدة وعندنا كمان الكبيس العادي أو المخلل العادي صح كمان لأنه موجود فيه الخل وبالتالي سيكون مفيد إذن خل التفاح غير مفيد البربيوتك مفيد السؤال الأخير الأشوة جندا الأشوة جندا شوفي الأشوة جندا فعليا يتم الحديث عنها وكأنها خارقة فعلا يعني بتطير توتر زيادة الطاقة الطاقة للرياضيين نوعية النوم نعم قولي نعم رحقلك اي ونعم لأنه الأشوة جندا يلي منعرفه أنه بتساعد على تخفيف التوتر بتساعد للأشخاص أنه يتكيفوا مع التغيير ومع الضهوطات وممكن تساعد الرياضيين المحترفين بطريقة أنه بيكونوا عم يستخدموا الأكسجان بطريقة أفضل ولكن الدراسات في عندهم فرق كبير بالجرعة يعني في عندك دراسات بتقلك أنه جرعة 125 ميلي جرام بتساعد وفي عندك دراسات بتقول 1200 فهيدا فرق كبير بالجرعات في أشخاص ممكن يصير في عندهم عوارة جانبية إذا عم يأخذوا جرعات مرتفعة بالأخص بيكون فيه دوخة شوية نعاس لأنه الأشوة جندا هي من نوع جذور إذا بدك منومة بالطب الأيورفيدا فلهيدا السبب بعد اللي هو الطب العلاج التقليد الهندي نعم لهيدا السبب بعد ما منعرف نحن الجرعة يلي مفروض الواحد ياخدها يلي هي لازم كنبتة تاخد أقل شي بالجرعة لأنه ممكن أنه يكون فيه عندك عوارة جانبية على الأعضاء بالجسم والشغل الثاني اللي بدي نبه عليها أنه المكملات يلي هي مصدرة من الأعشاب ممكن كتير بالتصنيع يكون فيه إضافة عناصر معينة منا مكتوبة على المكمل يعني أنت وعم تشتريه فلهيدا السبب للرياضيين هيدا شي خطر لأنه ممكن أنه يكون فيه عندك من الممنوعات يلي هي تعتبر منشطات ضمن المكمل عمدا أو مش عمدا للأشخاص العادية ممكن أنه أنا وياك نقول أنه مناخد جرعة صغيرة ومنجرب نشوف إذا هيدا بيساعدنا بس ما مننصح فيه إلا يكونوا شايفين طبيب إذن تلخيص فقرتنا لليوم خلي التفاح فينا نكبه مش ضروري بساعد للأشخاص اللي عم يعانوا من السكر يعانوا من مشاكل في السكر ولكن لا بيحرق الدهون ولا بيخفف الوزن البروبايوتك بساعد ولكن بدنا نختار النوع الأشوى جندا كمان بتساعد ولكن بدنا نعرف من وين جاية المكونات وأيضا كمية اللي لحد الآن فيها حديث ومش معروف أنه مش معروف أديش بتساعد بدنا طيب شكرا جزيلا تكرم لقدورك معنا اختصاصي التغذية نيلدا نادر دايما بننطر الفقرة والمعلومات المفيدة ترجمة نانسي قنقر